بعد ثلاثين عاماً على انتهاء النزاع بين بريطانيا والأرجنتين حول ما يعرف بجزر الفوكلاند الخاضعة حالياً لسيطرة بريطانيا أعلنت رئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشنار أن بلادها منفتحة على المفاوضات مع المملكة المتحدة نحن نريد أن نجدد المفاوضات كيف يمكن أن نتحمل المسؤولية تجاه ما حصل في الرابع والعشرين من أذار مارس من العام 1976 بريطانيا ردت على الفور على لسان رئيس وزرائها ديفيد كاميرون لن يكون هناك مفاوضات هذا لا يقلل من عزمنا التهديد لن يجدي نفعاً ومحاولات تخويف سكان الجزيرة لن تنجح لأن بريطانيا ستقف على أهبة الاستعداد إلى جانبهم ويبلغ عدد سكان هذه الجزر التي تقع قبالة سواحل الأرجنتين حوالي ثلاثة آلاف نسمة